مصر تحتفل بالذكرى الخمسين لعلاقاتها مع الإمارات كان من الممكن أن يكون هذا خبرا عاديا لو أن حكام مصر والإمارات ليسوا محمد بن زايد وعبد الفتاح السيسي ارتبط الشعبان المصري والإماراتي بعلاقات ممتدة أحب المصريون الشيخ زايد رحمه الله وكرمه وجوده وعلاقته الطيبة بمصر وأهلها أحب الإماراتيون الشعب المصري بوافديه وكفاءاتهم العالية حتى تغير كل شيء فجأة تولى أبناء زايد مسؤولية البلاد وتولى السيسي حكم مصر بانقلاب عسكري دعمه محمد بن زايد بالمال والعتادي ويوسف العتيبة استحبه في عربته الخاصة أرسل سلاحا إماراتيا إلى حفتر عبر محطة السيسي واستعان السيسي بمحمد بن زايد للقضاء على الثورة المصرية ووأدها وقتل نشطائها والانقلاب على أول تجربة ديمقراطية في التاريخ المصري طلب السيسي من الإمارات دعم تمرد ودعم الجيش ودعمه شخصيا حتى يصل إلى حكم مصر أغضق بن زايد على السيسي بمليارات لا حصر لها وبإعلام يؤيده في كل لحظة وبعلاقات إقليمية ممتدة وبعداوة مستمرة ضد تركيا في المقابل فتح السيسي مصر على مصرعيها لأموال الإمارات فسيطرت على قطاعات الصحة العقارات والصناعات الدوائية والبقية تأتي هو احتفال بعلاقة السيسي ومحمد بن زايد احتفال بقمعهم للشعب المصري والإماراتي بسرقة أموال البلاد وإفقار العباد احتفال على دماء ثورة يناير وثورات الشعوب العربية محمد بن زايد والسيسي علاقة سرطانية أضرت بلدان العالم العربي في مصر وليبيا واليمن وفي كل بقعة تعاون فيها السيسي وبن زايد